السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته او يزيد نسبة الخصوبة حتى كمان وممكن يصير إنجاب طبعا أولا يجب أن نعرف ما هي هذه الأمراض يعني لمحة عن هذه الأمراض عندك مقاومة الأنسلين دائما نعرف أن الجسم الإنسان يفرز الأنسلين الأنسلين هو الجسر عبور للسكر للغلقوز للخلايا الجسم فأحيانا يصبح هناك شيء اسمه مقاومة الأنسلين هذه الخلايا تتمنى لا تستجيب لهذا الأنسلين فهذا يتراكم الأنسلين بالدم نفس الوقت يتراكم السكر فتراكم السكر يسببنا مشاكل كثيرا بالدم يمكن أن يصبح معنا سكري أبراض قلب سمنة تزداد وزننا يصبح بقعة داكنة على جسمنا يمكن أن يصبح لدينا مزاج سيء عصبي توتر يرفعنا مستويات الكوليسترول يرفعنا مستويات الشحوم السلاسية ويؤثر على القلب طبعا كمان ممكن عندك متلازمة الأيد هي كمان مرتبطة بمقاومة الأنسلين ما هي المبيض المتعدد الكيسات؟ هي بصير أنه بيطلع عدة جريبات أو كيسات على المبيض عند المرأة فبتخربط الدورة الشهرية عندها ممكن يسبب عقوم ممكن يسبب سكري عند الحامل وإذا حصر حمل يصبح عندها سكري ممكن يطلع شعر غير مرغوب فيه عند المرأة لأنه بصير يخربطها بالهرمونات بيزداد الهرمونات الذكرية ممكن كمان يساوي إجهاد وكمان زيادة وزن تصبح خسر عند الرجل المرأة كبيرا من الحجم الطبيعي وعدة أشياء أخرى يؤثر على القلب وضغط الدم هذا المكمل هو مفيد للمرأة والرجل ممكن الجنسين يستخدمونه يلزمنا منه 2 جرام باليوم 2 جرام باليوم يعني 2000 ميلي جرام طبعا يجب أن تأخذ المكمل مع الطعام وتجرب كهسة مية كاملة معه المكمل هو إنازاتل إنازاتل مجازيان له اسم فيتامين بي 8 طبعا هو من عائلة لا يعتبر من عائلة الفيتامينات البي لأنه ممكن للإنسان ينتجه ولكن لا ينتجه بكميات كبيرة مثلا أحيانا طبعا هو هذا الإنازاتل أو الفيتامين بي 8 موجود ببعض الأغذية التي يمناكلها مثل البطيخ الأصفر البيتنجان الأسود الكبدة مثلا اللوز الكاجو كاجو وممكن أن يكون موجودة بالبرتقال وموجودة بالرز البني وغيرها من عدة الخضروات والفواكه ولكن كما لدينا نحن نجد إعيار 2000 ميلي جرام يوميا حتى نعرف الجرعة المناسبة لنا لجسمنا طبعا هو آمن إذا نحن 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 يوميا خلال أسبوعين سنلاحظ تحسن بمقاومة الأنسولين تنخفض سينزل وزننا يقلل اسمنا أيضا سيحسن مزاجنا الاكتئاب حتى يؤثر على الوسواس القهري يخفف من آثار الوسواس القهري يحسن من الدورة الشهرية عند المرأة وينظم لها ويرفع نسبة الحمل فوق الـ 70% يحدث عنها حمل فوق الإنجاب فوق الـ 70% يقلل لها أعراض الدورة الشهرية لأنه ينظم الهربونات مثل ما قلنا حلاوتهم فائدهم وتنظيم الهربونات أيضا مفيد جدا للرجال يحسن من جودة النطاف أيضا بالإضافة للمرأة يحسن من جودة البويضة يزيد من نسبة الإنجاب فوق الـ 70% يقلل مثل ما الشعر الغير مرغوب فيه عند المرأة يقلل الوزن يخفض ضغط الدم يقلل كلسترول يقلل الشحوم يقلل السكر يحمينا من أمراض السكري يحمينا من أمراض الخرف مفيد جدا للأعصاب مفيد لجلدنا يساوي جلدنا النقي يقلل يعالج المبيض ومتعدد الكيسات فهو مفيد جدا للمرأة ينظم الدورة الشهرية وينظمها الهرمونات خلال أسبوعين يلزمنا 2 جرام يوميا لمدة أسبوعين سيتحسن ملحوظ اسمه مجازيا فيتامين بيتماني وينظمنا منه 2000 ميلي جرام يوميا أو اسمه الاسم الثاني فيتامين بيتماني وشكرا لمتابعتكم والسلام عليكم